لكن خلونا في البداية نبارك لبطلة مصر وبطلة النادي الأهلي جيانا فاروق بطلة الأهلي في الكراتيه فازت بالميدالية الزهبية للدور العالمي عشان تكون على الطريق مع بطلات وأبطال الكراتيه بإذن الله تعالى في المنديال أو في الأولمبياد جيانا فاروق خادت الميدالية الزهبية والمركز الأول للدور العالمي في اليابان اتغلبت على المنافسة الفرنسية لها في الدور النهائي من البطولة في وزن تحت 61 كيلو جرام بنتيجة 4-3 لتحتل جيانا فاروق المركز الأول في الدور العالمي وشارك منتخب الكراتيه في البطولة باللعبين أحمد أشرف وعلي الصاوي وعبدالله ممدوح وطه طارق وسارة عاصم وردوى سيد وجيانا فاروق فريال أشرف وياسمين حمدي حق الكراتيه المصري 15 ميدالية متنوعة في بطولة الألعاب الأفريقية مؤخرا في المغرب ونتائجه في الدور العالمي تبشر بالخير إن شاء الله في حركة وحركة رياضي أظهرته الأرقام القياسية في عدد الميداليات الزهبية والعدد الإجمالي للميداليات عدد غير مسبوق يمكن ذات 50% عن آخر أو 40% عن آخر يعني دورة بإذن الله تستمر هذه النهر